الإبادة الجماعية الأحدث في القرن الواحد والعشرين المأساة ترويها جبال سنجار عشرات الآلاف من الطائف اليزيدية يتدورون جوعاً وعطشاً بعد أن علقوا في الجبال حكايات تروى عن أمهات تركن أطفالهن خلفهن بعد أن ماتوا نتيجة الجوع والعطش المجتمع الدولي بدى متباطئاً في عمليات الإنقاذ التقارير تشير إلى وفاة العشرات عطشاً رغم المساعدات التي ألقتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العالقين إننا نرحب بالتزام برلين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين العالقين في جبال سنجار شمال العراق وهو الأمر الأهم في هذه اللحظة إننا نتطلع للدعم الأوروبي لهذه القضية الإنسانية لقد نجحت بريطانيا في إيصال وإلقاء شحنتين من الغذاء عبر الجو للعالقين في الجبال وترفض بريطانيا التي سحبت قواتها من العراق قبل ثلاث سنوات التورط عسكرياً مجدداً لقد أنزلنا عشرة أطنان من المساعدات معظمها كانت مياه وأجهزة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية يستطيع الناس استخدامها في شحن هواتفهم النقالة للتواصل مع بعضهم سندفع بشحنة مشابهة خلال الأيام المقبلة المعلومات تبقى متضاربة بشأن حجم التدخل الأمريكي إذ تتحدث الولايات المتحدة عن قصف مواقع لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لكن لا معلومات حول مدى جدوى هذه الضربات وقدرتها على وقف تقدم مقاتلي التنظيم وإلى أن يحسم المجتمع الدولي موقفه مما يجري في العراق فإن العالم قد يكون شاهداً على عمليات تطهير عرقي تعيد رسم الخريطة الديمغرافية في المنطقة وتضع حجر الأساس لتشكيل شرق أوسط جديد